اشتركوا في القناة الذي تحقق برامج التطوير والتنمية الشاملة تحت قيادة خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله بما يعزز مكتسبات وموقع الشقيقة الكبرى على المستويين الاقليمي والدولي كما نقل سمو تهاني جلالته بنجاح المجلس التنسيقي للسعودي الاماراتي مشيدا بما يشكله من نموذج يحتذى به للترابط بين الدول بما يصب في مصلحة امن وتنمية المنطقة جاء ذلك لدى لقاء صاحب السمو الملكي وليل عهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء باخي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف السعود وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين بقصر السلام في جدة واكد سمو ان التاريخ الممتد للعلاقات بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة له اثره الراسخ في تعزيز اطر التعاون والثيق والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين ما حقق نجاحا ملموسا ومردودا مشتركا لتتوالى الانطلاقات المتجددة في المجالات كافة واشار سمو الى اهمية ما يعمل البلدان على تطويره من اسس التعاون من خلال الخطط ورؤى المشتركة والاهداف الاستراتيجية الموضوعة ليثمر العمل المشترك والمتواصل بين المملكتين عن نتائج مستدامة تخدم شعبيهما الشقيقين في ظل رعاية واهتمام قادة البلدين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى خليفة عهل البلاد المفدة واخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظهم الله وقد رحب صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان باخي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ونوه بالزيارة التي يقوم بها سموه للمملكة العربية السعودية الشقيقة واستعرض سموهما القضايا والموضوعات الراهنة حيث اكد ضرورة تنسيق الجهود لوضع حد للتدخلات الاثمة في المنطقة والدخيلة على الترابط المجتمعي كما نوها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بالدور الناجح للمملكة العربية السعودية الشقيقة في قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الشقيقة وجهودها البارزة والقيادية في مكافحة الارهاب ودعم امن واستقرار المنطقة مؤكدا سموه دعم مملكة البحرين الدائم للمساعي الخيرة التي تطلع بها المملكة العربية السعودية في هذا الجانب الهام